في حال قامت إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران وتحولت هذه العملية العسكرية إلى نوع من مواجهة شاملة في كل المنطقة طبيعي لأن حزب الله جزء من هذا المحور يمكن يكون جزء من المعركة لكن حتى الآن لا يظهر أن حزب الله حاليا يريد القيام بعمل عسكري مباشر يعني هو إلا إذا كان ذا تفعل احتمال الحرب قليل لكنه لا غير مستبعد يعني احتمال الحرب قائم تراجعت نسبة الحرب لمنطقة بعد الاتفاق الإيراني السعودي لأنه هذا الاتفاق قد يكون أحد أهدافه كبح إمكانية شن إسرائيل حرب واسعة في المنطقة فأديري أنه نحن أمام مرحلة جديدة بأداء حزب الله لا خيار لنا سيد جورج إلا أن نلتقي ونتحاور كل ما منتحاور هذا هو الطريق الأقصر للوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة البلد ومنخفف أضرار ومآسي التي وجهها هذا البلد التفاهم ما نخيل انتهى؟ لا ما انتهى هو الآن فيك تقول في إطار التجميد يعني ما فينا نقول انتهى وما فينا نقول صار في شي جديد في مرحلة الآن مرتبطة أنا برأيي بنهاية انتخابات الرئاسية على طوال نهاية الانتخابات الرئاسية وما سيجري فيها سيحدد هل يمكن تجديد الاتفاق بلوك جديد أو بوضعي جديد أو لا بيتحولوا إلى أصدقاء وبيصير كل واحد بمكان معين نحن في مرحلة فينا نتبرها انتقالية حتى الآن لم ينتقل التيار إلى معارض مطلق لحزب الله رادي حزب الله على أداء لكنه غير موافق على أداء حزب الله وحزب الله عنده ملاحظات على أداء التيار بحاجة لإعادة الترتيب هل حزب الله بعد الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله والذي أعلن فيه جهارة ترشيح سليمان فرنجية هل حزب الله راضي على ردة فعل التيارة الوطن الحر كانت مضبوطة معاً شفت ملاحظة أنه ردة فعل التيارة الوطن الحر حتى الآن لم تصل إلى حد القطيعة حتى الآن لم يتبنوا مرشح آخر ولم يعلنوا رفضهم المطلق لأداء رؤهم أنه هن يضد سليمان فرنجية حالياً تأديل أنه ما فيه انقطاع بالتواصل كمعلومات ما فيه انقطاع بالتواصل لكن ما فيه الآن نوع من علاقة حميمية مثل ما كان بالسابق فيه مشكلة بالعلاقة ما بعض الشرح يصير فيها بس حقيقة علاقة الآن تمر في مرحلة انتقالية على أمل مش العلاقة بين تيار وحزب الله كل البلد أن ينتهي من هذه المرحلة الصعبة ونذهب إلى مرحلة إيجابية نحن وضعنا كثير صعب لأمور كثير خطيرة عام نواجهها ما فيه خيار إلنا كلبنانيين إلا أن نجلس على طاولة واحدة ونتحاور بين بعض ولا ننتظر لا إيران ولا فرنسا ولا السعودية لأنه بالأخير ما بيحق جلدك إلا دفرات